هذه الحلقة السادسة بعد العاشرة من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى رسالة وردتني من الأخ العزيز أبي موسى العائدي من العراق وقرأت الرسالة عليكم لا أعيد قراءتها الكلام فيها عن حرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء وعن موقع نهر الفرات كل المعطيات كل النصوص تتحدث عن أن نهر الفرات كان قريبا منهم حينما حدثت الواقع والسائل يقول ليس هناك من نهر قريب من مكان الواقع لا يتصور البعض من أن النهر الموجود حاليا في كربلاء والذي يعرف بنهر الحسينية له علاقة بالموضوع إذا كان من أحد قال مثل هذا الكلام فهذا كلام ليس صحيحا هذا النهر الموجود في كربلاء والذي يقال له نهر الحسينية هذا نهر حفر في زمان متأخر عن واقعة كربلاء هذا النهر في بداية الأمر حفره بعض سلاطين المغول هناك قول من أن السلطان المغولي أرغون هو الذي حفره وهناك قول وهو الأرجح من أن السلطان غازان المغولي هو الذي احتفره ولكن بمرور الزمان انطمس هذا النهر بسبب الأتربة والأطيان والغرين والطمي في أيام الصفويين أعادوا حفره وبعد ذلك أهمل هذا النهر وامتلأ أيضاً بالغرين والطين وغير ذلك النهر النهر الموجود هو الذي حفره السلطان العثماني سليمان القانوني حينما جاء إلى العراق وحفر بطريقة جيدة وكان يعرف بالنهر السليماني سنة تسعمية واحد وأربعين للهجرة بعدما مات سليمان القانوني السلطان العثماني تغير اسم هذا النهر وعرف بالنهر الحسيني سابقاً كان يعرف بالنهر السليماني ثم عرف بالنهر الحسيني إلى أن صار في أيامنا يقال له نهر الحسينية فهذا النهر لا علاقة له بواقعة كربلاء هذا نهر حفر في زمان متأخر واقعة كربلاء حدثت في السنة الحادية والستين للهجرة ونهر الحسينية الذي يعرف بهذا الاسم في أيامنا حفره سليمان القانوني سنة تسعمية واحد واربعين للهجرة ولا ندري هل أن المعلومات المتقدمة بخصوص غازان المغولي وبخصوص الصفويين هل هي دقيقة جدا الشيء المقطوع به أن هذا النهر حفره سليمان القانون فقد حفر في زمان متأخر جدا عن واقعة الطفوف إذن لا علاقة لنا بنهر الحسينية حديثنا عن نهر الفرات فرع من الفرات يأتي من الجهة الشمالية لمدينة كربلة لأرض كربلة لم تكن مدينة في ذلك الوقت من الجهة الشمالية لمدينة كربلة بحسب زماننا هناك من يقول من أن بداية تفرعه من الفرات تكون قريبة من الفلوج من بعد الفلوج مدينة الفلوج المدينة العراقية المعروفة فهناك قول من أن نهر الفرات الذي يسقي أراضي كربلة يخرج من الفرات قريبا من منطقة الفلوج وهناك آثار لهذا النهر في تلك المنطقة وهناك قول من أنه يخرج من الفرات من بعد خروجه من الرزازة لأنهم يقولون من أن نهر الفرات القادم من جهة الأنبار يدخل يدخل في البحيرة التي تعرف في أيامنا ببحيرة الرزازة فيدخل الفرات من هنا ويخرج منها بعد خروجه من بحيرة الرزازة يبدأ الفرات الذي يدخل إلى كربلة هذه تقديرات ظنية لا يوجد دليل قطعي واضح عليها الشيء الصحيح والحقيقي أن نهر الفرات وهو فرع ما هو بالفرات الكبير هو فرع من الفرات الكبير ولذا قد يوصف بأنه الفرات الصغير يصفونه في كتب التعريخ بأنه الفرات الصغير لأنه فرع من الفرات الكبير يدخل إلى أراضي كربلة قادما من شمالها ليس مهما من أي جهة يأتي يدخل إلى أراضي كربلة من الجهة الشمالية ويقع في شرق المنطقة التي حدثت فيها الواقع دعوني أأخذ هذا الإحتمال إذا افتردت أن واقفا يقف الآن أمام الحرم الحسيني من جهة باب القبلة إذا كان الشخص الواقف أمام الحرم الحسيني في المساحة المحيطة بالحرم الحسيني أتحدث عن الحرم الحسيني عن البناء وإلا فكربلاء كلها حرم حسيني الحرم الحسيني أكبر من كربلاء لكنني أتحدث عن المصطلح الجاري بين الكربلائيين الحرم الحسيني في ثقافة العترة الطاهرة أكبر من كربلاء لكن الشائع في أيامنا يطلق على البناء ما يقال له الحرم الحسيني بناء بحسب ما هو معروف في زماننا إذا وقف الواقف في منطقة ما بين الحرمين وهو يواجه الحرم الحسيني من جهة باب القبلة إنه الباب القبلي الذي يفتح باتجاه القبلة فإن الذي سيكون أمام هذا الواقف في مواجهة الحرم الذي سيكون أمامه جهة شمال كربلاء وخلفه وخلفه جهة جنوب كربلاء وعلى يمينه جهة الشرق كربلاء وعلى يساره جهة غرب كربلاء تقريبا هذا التشخيص تقريبي إذا نظر إلى جهة الغرب وأمال بنظره إلى زاوية ما بين الشمال والغرب وعلى مسافة لا تكون أكثر من 6 إلى 7 كيلومترات هذه منطقة النواويس إنها تقع في زاوية ما بين شمال كربلاء وغربها بدرجة من الدرجات قلت إن الكلام تقريبي فليس عندنا من أجهزة للرصد وتشخيص الأبعاد والإحداثيات وإنما هو شيء تقريبي على البعد هذه هي النواويس التي كما حدثتكم عنها إنها مقابر النصارى وإنما قيل لها النواويس لأن النواويس تعني الصناديق التوابيت النصارى يدفنون موتاهم في الأرض بعد أن يضعوهم في الصناديق بينما العرب من غير النصارى لا يفعلون هذا يدفنون موتاهم في التراب ولذا ميزت مقابرهم بأنها مقابر الصناديق مقابر التوابيت والتابوت هو الآخر صندوق وصندوق يكون مقفلا له غطاء هذا هو التابوت والناوس كذلك فهي فهي جزع من كربلا إنها مقابر كربلا مثل ما ضربت لكم مثالا عن مقبرة النجف وادي السلام مقبرة النجف فنقول ما بين النجف ووادي السلام هذا هو الذي أشار إليه سيد الشهداء في خطبته المكية كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا وهذا هو الذي حدث والذي جرى على أرض الواقع الواقف إذا نظر إلى جهة الشرق من حرم الحسين إلى مسافة لا تتعدى لا تتعدى ولا تصل إلى اثنين كيلو متر فهنا نهر الفرات هذا هو العلقم هذا نهر العلقم هذا هو نهر الفرات حينما يدخل أراضي كربلا أول ما يدخل الأراضي يمر بقرية الغاضرية الغاضرية أو الغاضريات وسميت نسبة إلى بطن من بطون بني أسد بن غاضرة على ما هو معروف هناك أسباب أخرى ذكرت أنا لست بصدد أن أستقصي كل كلمة قيلت الكلام كثير في كتب التعريخ والآراء متباينة ومختلفة إنما انتقيت منها ما أجده يتناسب مع المعطيات المتوفرة لدينا من خلال الروايات والأحاديث المروية عن العترة الطاهرة خصوصا ما يرتبط بطقوس الزيارات إذا نظر الناظر من المكان الذي أشرت إليه ما بين الحرمين ووجه الناظر إلى حرم الحسين من جهة باب القبل فإذا نظر إلى زاوية ما بين شمال كربلاء وشرقها هناك الغاضريات المسافة أيضا ما بين ست إلى سبع كيلومترات فتكاد أن تكون مع النواويس على خط واحد تقريبا هذا الكلام تقريبي تقريبي لابد أن تضعوا هذا القيد في أذهانكم من أننا نتحدث بالتقريب وليس بالدقة وعلى مسافة ليست بعيدة قد تصل إلى إثنين كيلومتر تأتي قرية نينوى بكسر النون وليست نينوى كما تتلفظ نينوى قرية نينوى هذه نينوى غير نينوى التي في شمال العراق هذه نينوى كربلاء نينوى الطف نينوى في شمال العراق تلك بلاد النبي يونس ابن مت هاتان القريتان أشرت إليهما لأن القريتين ذكرت بعناية وبخصوصية في أحاديث الأئمة والأئمة كان يوصون زوار الحسين إذا ذهبوا إلى زيارة الحرم الحسيني أن يجعلوا إقامتهم في هاتين القريتين لماذا؟ لأن الحسين قد اشترى هاتين القريتين واشترط على سكان القريتين أن لا يؤذوا زواره وأن يقوموا بخدمتهم وأباح لهم الأرض بعد أن أعطاهم الأموال أباح لهم الأرض لا على نحو الملك وإنما أباح لهم الأرض على نحو الانتفاع لذا فإن الروايات والأحاديث تخبرنا أن الأئمة يوصون الزوار الذين يقيمون هناك أن يقيموا في هاتين القريتين هناك قرى أخرى لا أريد أن أشير إليها نما أشرت إلى القريتين لأن الأئمة اهتموا بهما وذكروا القريتين في الأحاديث والروايات والزيارات قبر العباسي صلوات الله عليه يبعد عن نهر الفرات تقريبا تقريبا مئات من الأمتار إذا أردنا أن نفترض أنه بعيد بدرجة من الدرجات فغاية ما يمكن أن تكون المسافة إلى ألف متر كيلو متر واحد من شاطئ الفرات إلى قبر العباسي صلوات الله وسلامه عليه في أبعد الإحتمالات في أبعد الإحتمالات وإلا فإن المسافة تكون بمئات الأمتار وفي هذه المنطقة ما بين قبر العباسي وشاطئ الفرات غابة نخيل تمتد ربما إلى مئة متر من شاطئ الفرات باتجاه قبر العباس لذا فإن العباس صلوات الله عليه حينما ملأ القربة لم يذهب في الطريق الذي قد جاء منه رجع بين النخيل لأن السهام كانت كالمطر لأجل أن يحافظ على القربة ذهب بين النخيل ومن هنا فإن بعضهم قد اختفى ما بين النخيل في هذه الغابة والعباس مشغول برعاية القربة فقطعوا يمينه وقطعوا شماله في هذه الغابة إلى أن خرج قطيع اليدين من الغابة واستشهد ما بعد الغابة بمسافة وقبره هناك قبره هناك غابة النخيل تلك تمتد في أقصى ما يمكن أن تكون تمتد إلى مئة متر ما بين خمسين متر إلى مئة متر وفي وفي الروايات أيضا يستحب الإغتسال من نهر الفرات حينما كان موجودا في هذه المنطقة عند النخيل أن يأتزر الزائر بمعزره وأن يغتسل عند النخيل ومن هناك يتوجه إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه طقوس الزيارات التي وردت عنه خيام الحسين في المكان الذي فيه المخيم الآن تقريبا تقريبا وهذه المنطقة كانت منخفضة ومن هنا توصف بالحائر لانخفاضها كما بيّنت لكم الحائر الحسيني له إطلاق على نفس الضريح الشريف إلى مسافة عشرين ذراعا شعاعيا من جميع الاتجاهات دائرة نصف قطرها عشرون ذراعا من جميع الاتجاهات هذا هو الحائر الحسيني الذي حار فيه الماء وبحسب الروايات هذا المكان معراج ملكوتي ما بين الأرض والسماء ليس الحديث عن هذه الخصائص وهذه التفاصيل كلامنا يغلب عليه الجانب التعريخي والجغرافي فهذه المواطن هي هي قبر الحسين هو هو قبر العباس هو هو وموضع الخيام هو هذا بنحو تقريبي فهذا البناء الموجود الآن يشكل جزء من مخيم الحسين هذه الأرض أرض منخفضة واختارها سيد الشهداء لجهة عسكرية لجهة أمنية عسكرية وبعد ذلك حفروا أخدودا في هذا المكان لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل التي وردت في كتب التعريخ وكتب المقاتل وما جاء في أحاديثنا ورواياتنا عن العترة الطاهرة أعتقد أني رسمت صورة تقريبية تعطيكم فكرة عن الواقع الجغرافي والتعريخي لأرض كربلاء فهذا الاسم كربلاء اسم يطلق على هذه المنطقة كلها هناك الحائر الأرض المنخفضة وهناك الطف وهي المساحة التي تلاسق نهر الفرات نهر العلقم في لغة العرب يقولون أطف على الشيء يعني أطل عليه فيقال للأرض التي تطل على الشاط يقال لها الطف وتجمع طفوف مثل ما يقال في زماننا الكورنيش إنها الأرض التي تكون مطلة ملاسقة لشاطئ النهر فهناك الطف الطفوف وهناك الحائر وهناك النواويس وهناك الغاضرية وهناك نينوى وكل هذه يقال لها كربل فهذه المناطق كلها تعنون كربل فحينما قال سيد الشهداء من أنه سيقتل ما بين النواويس وكربل إنه يتحدث عن هذه المنطقة نفسها وحينما يكون الكلام عن نهر الفرات ومن أن العباس قتل قريبا من نهر الفرات فإن نهر الفرات كان يجري هنا الأنهار تنطمس الأنهار الطبيعية تنطمس وتغير مجراها اقرأوا تأريخ الأنهار في العالم الأنهار الكبيرة غيرت مجاريها عبر التأريخ الأنهار تنطمس يتغير مجراها فما بالكم إذا كان النهر ليس كبيرا نهر الفرات الذي كان يجري في أرض كربلاء لم يكن كبيرا لم يكن صغيرا جدا لم يكن ساقية لكنه لم يكن كبيرا كان فرعا من نهر الفرات إلى أين ينتهي هذا النهر هناك قائل يقول من أن النهر يمتد إلى الكوفة ولا أجد دليلا على ذلك الذي أرجحه من خلال القرائن والمعطيات وهذا كلام ظني أيضا كلام مبني على بعض القرائن والمعطيات الذي أرجحه من أنه يعود إلى الفرات في منطقة ذي الكفل التي نعرفها في الثقافة الشعبية العراقية منطقة الشفل إنها المنطقة التي فيها مزار لنبي الله ذي الكفل هناك مزار له أرض العراق أرض مزارات تنتشر المزارات في أرض العراق أرض العراق أرض حضارات وأرض أديان وأرض أقوام اختلفت الحضارات والديانات والأقوام والشعوب في هذه البلاد فالذي أظنه من خلال القرائن والمعطيات من أن الفرات الذي كان يجري في كربلاء يذهب باتجاه منطقة ذي الكفل وهناك يلتحم بالفرات لأن الروايات تحدثنا عن قنطرة العلقم في كتب المزارات يرد هذا المعنى الذي يبدو أن قنطرة العلقم تكون قريبة من تلك المناطق قريبة من منطقة ذي الكفل تكون على الفرات الكربلائي قبل أن يلتحم بالفرات الأصل هذه صورة تقريبية لخارطة ظنية من خلال المعطيات التي ذكرت في كتب التعريخ والجغرافيا القديمة ومن خلال المقارنة ما بين الخرائط القديمة والخرائط الحديثة وبعد ذلك أخذت هذه المعطيات وقارنتها ووازنتها مع معطيات الروايات والأحاديث التي عندنا فكانت هذه الخلاصة هذه خلاصة ظنية تقريبية محدودة وأعتقد أنني قد أجبت بهذا التقريب الذي اعتمد معطيات من التأريخ ومعطيات من الجغرافيا ومعطيات من أرض الواقع ما أعرفه عن الجغرافيا الواقعية العراقية المعاصرة فضلا عن المعطيات التي كانت أساسا في هذا التشخيص التي استقيتها مما جاء عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها نذهب إلى فاصل المسافات التي ذكرتها قبل قليل أو في حلقة يوم أمس بخصوص ما بين أرض الواقعة والنواويس والغاضرية ونينوى ونهر الفرات حاولت حاولت أن أعتمد على خرائط أظنها دقيقة واعتمدت مقياس الرسم فيها للحساب إذا كان مقياس الرسم فيها دقيقا فاعتمدت مقياس الرسم الذي ذكر على الخارطة وجربت هذا على العديد من الخرائط لكنني مع كل ذلك أقول من أن المعلومات التي ذكرتها لكم تقريبية تقريبية إلا أنني أعتقد من أنها أدق من المعلومات التي يتحدث بها آخرون بحسب ما أظن الكتاب الذي بين يدي كامل الزيارات لابني قولوي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران الباب التاسع والسبعون صفحة ميتين وواحد وعشرين الحديث الثالث زيارة أخرى من زيارات سيد الشهداء بسنده بسند ابن قولوي عن يوسف الكناسي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذا أتيت قبر الحسين إمامنا الصادق يقول ليوسف الكناسي إذا أتيت قبر الحسين فأتي الفرات إذن هناك الفرات فأتي الفرات واغتسل بحيال قبره واغتسل بحيال قبره اغتسل من المكان الذي لو التفت إلى ورائك لنظرت قبر الحسين فإنه قريب من الفرات واغتسل بحيال قبره وتوجه إليه وتوجه إليه وعليك السكينة والوقار حتى تدخل الحائر من جانبه الشرقي مثل ما قلت لكم فإن نهر الفرات يأتي من شمال كربلة في الجانب الشرقي من حرم الحسين من الحرم المبني وإلا فإن حرم الحسين يمتد إلى ما يقرب من ثلاثين كيلو متر في جميع الاتجاهات بحسب أحاديث العترة الطاهرة ما يقرب من ثلاثين كيلو متر في جميع الاتجاهات الحرم الحسيني أكبر من مدينة كربلة وحينما نقول قبة الحسين المراد من قبة الحسين فضاء هذا الحرم الذي يمتد إلى ثلاثين كيلو متر في جميع الاتجاهات بطريقة شعاعية نرسم دائرة حول قبر الحسين وشعاع يمتد من القبر إلى محيط الدائرة يقارب الثلاثين كيلو متر هذا هو حرم الحسين الفضاء الموجود في هذه الدائرة قبة الحسين قبة الحسين ما هي بالقبة الذهبية صحيح هذا بناء يمثل جزءا من الفضاء في المركز لأن قبر الحسين هنا لكن لكننا حين نتحدث عن قبة الحسين ومن أن الدعاء يستجاب تحت قبته تحت القبة المبنية هذا مكان قريب من القبر الشريف لكن الزيارات والروايات التي تقول من أن الدعاء يستجاب تحت قبته المراد من قبة الحسين هذا الفضاء فضاء الحرم الحسيني الذي يمتد شعاعيا حينما نضع قبر الحسين مركزا يمتد شعاعيا في جميع الاتجاهات إلى ثلاثين ما يقرب من ثلاثين كيلو متر فهذا هو الذي نقصده حينما نقول قبة الحسين بحسب ثقافة العترة الطاهرة أما هذه المساحة التي تمتد إلى عشرين ذراعا عشرون ذراعا يعني بقياسات اليوم ما يكون قريبا وقد يكون مساويا لعشرة أمتار عشرة أمتار من جميع الاتجاهات هذا المكان الأخص هذا المعراج الملكوتي هنا من قبر الحسين بنحو شعاعي يمتد إلى عشرين ذراعا هذا المعراج الملكوتي هذا الحائر الحسيني الأخص الأصغر أما الحائر الحسيني الكبير فإنه يمتد بامتداد حرمه هنا نتحدث عن قضية عقائدية لا أتحدث عن حائر جغرافي الحائر الجغرافي هو المكان الممتد ما بين حرم الحسين إلى حرم العباس إلى جهة الخيام إلى التل الزينب هذه المنطقة هي التي يقال لها الحائر الكربلائي جغرافيا أما الحائر الحسيني عقائديا فإنه يمتد بامتداد حرمه إلى ما يقرب من ثلاثين كيلو متر من جميع الاتجاهات أما هذه المساحة التي تحدد بعشرين ذراعا بنحو شعاعي حول القبر هذا الحائر الحسيني الأصغر الأخص هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل والحلقة ليست مختصة بهذا الموضوع إنما أبين هذه المطالب لأجل أن تكون الفائدة أعام وأنفع إذا أتيت قبر الحسين فأتي الفرات واغتسل بحيال قبره وتوجه إليه وعليك السكينة والوقار حتى تدخل الحائر من جانبه الشرقي حتى تدخل الحائر من جانبه الشرقي وقل حين تدخله إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة صار عندنا الحائر الحسيني الأخص وهو الذي يمتد إلى عشرين ذراعا شعاعيا حول القبر الشريف وهناك الحائر الجغرافي فهذه الأرض كان يقال لها الحائر قبل واقعة الطاف وهي المساحة التي وقعت فيها المعركة وخيم فيها الحسين ودفن الحسين وأهل بيته وأنصاره فيها هذه منطقة الحائر أما الحائر الحسيني العقائدي الذي تترتب عليه أحكام وترتبط به عقيدتنا الحسينية فإنه حرم يمتد شعاعيا إلى ما يقرب من ثلاثين كيلو متر قطعا القبر هو المركز والأشعة إذا أردنا أن نرسمها فإنها ترسم من هذا المركز من قبر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إنه قبره الحقيقي هذه مزارات حقيقية لا يضحك عليكم ضاحك صفحة ميتين وستة وثلاثين رقم الحديث الحادي والعشرون هذه زيارة طويلة مفصلة حتى تعرف أهمية الزيارات حينما أركز عليها دائما وأقول من أن الزيارات كنوز للمعارف العترة الطاهرة وضعوا الثقافة لنا في نصوص الزيارات ومن هنا نعرف مدى سخافة عقول مراجع النجف وكربلا الذين لا يعبؤون بهذه الزيارات بسنده بسند ابن قولوي عن أبي حمزة الثمالي قال قال الصادق صلوات الله عليه إذا أردت المسيرة إلى قبر الحسين فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة هذه مقدمات إذا أردت المسيرة إلى قبر الحسين إنه يتحدث مع زائر يعيش في مكان بعيد أبو حمزة الثمالي كان في المدينة في المدينة المنورة إذا أردت المسيرة إلى قبر الحسين فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا أردت الخروج للزيارة بعد صوم الأيام الثلاثة فاجمع أهلك وولدك وادعو بدعاء السفر واغتسل قبل خروجك وقل حين تغتسل الأدعية والأذكار طويلة ولا تدهن لا تدهن إنها الزيوت المعطرة التي تستعمل في أيامنا لعمليات المساج هذا هو الإدهان وتستعمل للتطيب أيضا ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي الفرات ولا تدهن ولا تدهن ولا تكتحل في طريق سفرك حتى تأتي الفرات إنه يتحدث عن فرات كربلاء وأقل الكلام والمزاح وأكثر من ذكر الله تعالى وإياك والمزاح والخصوم فإذا كنت راكبا أو ماشيا فقل وتأتي الأذكار والأدعية فإذا أتيت الفرات فقل قبل أن تعبره هذا هو الذي قلت لكم من هذه وغيرها حينما أضعوا الخرائط أمامي فإن المكان المناسب لقنطرة العلقم أن تكون قبل التصاقي واتصالي فرات كربلاء بالفرات الأصل في المناطق القريبة من ذي الكفل من منطقة ذي الكفل من هنا حينما يأتي القادم من جهة الحجاز سيواجه قنطرة هنا فيعبر منها باتجاه أراضي كربلاء هذا الكلام تقريبي وقلت لكم من أن قنطرة العلقم ذكرت في كتب المزارات والأدعية القديمة فإذا أتيت الفرات فقل قبل أن تعبره ثم اعبر الفرات وقل ثم تأتي النينو فتضع رحلك بها قد تقول بحسب الوصف الذي ذكرته قبل قليل فإن قرية نينو تكون وراء نهر الفرات هذا في مكانها لكن نهر الفرات سينحني ومن هنا فإن العبور على قنطرة العلقم ستكون من المكان الذي يكون منحنيا وبعيدا عن قرية نينو نينو ستكون قريبة من نهر الفرات ولكن من الجهة الثانية ثم تأتي النينو فتضع رحلك تضع رحلك إذا كنت على دابة ما عندك من ثياب من شؤون سفر من أغراض هذا هو الرحل ثم تأتي النينو فتضع رحلك بها لأنك ستجعلها محلا لإقامتك الفندق هنا ثم تأتي النينو فتضع رحلك بها ولا تدهن ولا تكتحل ولا تأكل اللحمة ما دمت مقيما بها ثم تأتي الشطة بحذاء نخل القبر تلاحظون من أن النينو تقع في شرق الفرات ثم تأتي الشطة بالضبط كما وصفته قبل قليل ثم تأتي الشطة بحذاء نخل القبر نخل القبر هي هذه الغابة التي حدثتكم عنها ثم تأتي الشطة بحذاء نخل القبر فاغتسل وعليك المعزر وقل وأنت تغتسل الأدعية والأذكار ثم ألبس أطهر ثيابك فإذا لبستها فقل الله أكبر ثلاثين مرة إلى آخره فإذا أردت المشي فقل ثم امشي حافيا وعليك السكينة والوقار بالتكبير والتهليل والتمجيد إلى آخر ما جاء مذكورا وبعد الأذكار ثم امشي قليلا وقصر خطاك فإذا وقفت على التل واستقبلت القبر فقف وقل وتأتي الأذكار ثم امشي عشر خطوات تلاحظون أن القبر قريب من النهر إنها خطوات ثم امشي عشر خطوات وكبر ثلاثين تكبيرة وتأتي الأذكار ثم امشي قليلا وعليك السكينة والوقار بالتكبير والتهليل وقصر خطاك فإذا أتيت الباب الذي يلي المشرق لأن الفرات في شرق الحرم الحسيني يلي المشرق فقف على الباب وقل ثم تدن قليلا وقل ثم ادخل الحائر هذا الحائر الأصغر المعراج الملكوتي الذي يمتد إلى عشرين ذراعا شعاعيا ثم ادخل الحائر وقل حين تدخل ثم امشي قليلا وقل الله أكبر سبع مرات وهلله سبعا واحمده سبعا وسبح سبعا وقل لبيك داعي الله سبعا وقل إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك تخاطب الحسين لأنك صرت في مواجهته دخلت إلى الحائر إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري ورأيي وهوايا على التسليم لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب إلى آخر ما جاء في تفاصيل الأذكار والزيارة الشريفة ثم امشي وقصر خطاك حتى تستقبل القبر واجعل القبلة بين كتفيك واستقبل بوجهك وجهه وجه القبر وقل وتأتي تفاصيل الزيارة إنها زيارة طويلة ثم استلم القبر وقل ثم ضع خدك الأيمن على القبر وقل ثم كبر خمسة وثلاثين تكبيرة ثم ترفع يديك وتقول ثم ضع خدك العيسر على القبر وتقول الزيارة طويلة والأذكار مفصلة الزيارة طويلة ثم تسبح عند رأسه ألف تسبيحة من تسبيح أمير المؤمنين هناك تفاصيل وتصلي ثم تدور من عند رجليه إلى عند رأسه فإذا فإذا فرغت من الصلاة سبحت وتأتي الأذكار ثم تحول عند رجليه وضع يدك على القبر وقل ثم تضع خدك عليه وتقول وتسبح عند رجليه ألف تسبيحة من تسبيح فاطمة الزهراء فإن لم تقدر فمئة تسبيحة وتقول ثم صر إلى قبر علي بن الحسين فهو عند رجلي الحسين فإذا وقفت عليه فقل ثم انكب على القبر وضع يديك عليه وقل ثم ضع خدك على القبر وقل ثم تدور من خلف الحسين إلى عند رأسه وصلي عند رأسه ركعتين مع التفاصيل ثم تنكب على القبر وتقول يا سيدي أتيتك زائرا إلى آخر ما جاء في تفاصيل الزيارة ثم ترفع يديك وتقول اللهم إني أسألك مسألة المسكين المستكين دعاء مفصل واشتهد في الدعاء ما قدرت عليه وأكثر منه إن شاء الله ثم تخرج من السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء تؤمي إليهم أجمعين وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزيارة الزيارة طويلة 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 جدا ثم در في الحائر وأنت تقول دعاء وزيارة طويلة لكن تفاصيل الطقوس تخبرنا بما بيّنته لكم هذه وثيقة مهمة من الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها في تشخيص المواقع الجغرافية للحرم الحسيني بالمعنى الأوسع وكذلك في وداع قبر الحسين صفحة 267 إنه الباب الرابع والثمانون الحديث الثاني بسنده بسند ابن قولوي عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا أردت الوداع بعد فراغك من الزيارات فأكثر منها ما استطعت فأكثر منها من الزيارات فأكثر منها ما استطعت وليكن مقامك بالنينوى أو الغاضرية ولهذا سبب حدثتكم عن النينوى والغاضرية وليكن مقامك بالنينوى أو الغاضرية ومتى أردت الزيارة فاغتسل وزر زورة الوداع فإذا فرغت من زيارتك فاستقبل بوجهك وجهه والتمس القبر وقل وما جاء في زيارة أبي الفضل العباس صفحة 269 إنه الباب الخامس والثمانون الحديث الأول بسنده بسند ابن قولوي عن أبي حمزة الثمالي قال قال الصادق صلوات الله عليه إذا أردت زيارة قبر العباس بن علي وهو على شط الفرات وهو على شط الفرات بحذاء الحائر يشير إلى الحائر الحسيني الذي الذي عبرت عنه بأنه المعراج الملكوتي إنه قبر الحسين إنها المساحة القريبة من قبره الشريف وبيّنت لكم معنى الحائر هناك الحائر الجغرافي وهناك الحائر الاعتقادي وهناك الحائر الذي هو عند قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه إذا أردت زيارة قبر العباس بن علي وهو على شط الفرات بحذاء الحائر فقف على باب السقيفة وقل وتأتي زيارة قمر الهاشمي إنما جئتكم بكتاب كامل الزيارات لأنه الأوثق ولأنه الأدق ولأنه الأمتن وإلا فإن كتب المزارات كثيرة التي رجعت إليها واستخرجت منها المعطيات فأنا لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب إنما هي أمثلة أضربها لكم وأقرب الفكرة بين أيديكم نذهب إلى فاصل إذن وضعت بين أيديكم خارطة تقريبية اعتمدت فيها معطيات تأريخية وليس من كتاب واحد من مختلف الكتب من الكتب السنية والشيعية من الكتب القديمة والحديثة معطيات تأريخية من مجموعة كبيرة من الكتب حتى من الدراسات الغربية لأنهار العراق والطبيعة الجغرافية لأرض العراق فهناك معطيات تأريخية وهناك معطيات جغرافية وهناك معلومات استقيتها من معرفة الواقعية بأرض العراق وجغرافيته وطبيعته وتأريخه فأنا ابن هذا البلد وأعرف التفاصيل الكثيرة عن تأريخه عن تأريخه البعيد وعن تأريخه القريب وأضفت إليها ما استطعت أن أطلع عليه من الخرائط من الخرائط القديمة والجديدة وتاج كل ذلك ما جاء في الأحاديث المعصومية وخصوصا ما ورد في الزيارات الشريفة وضربت لكم مثالا مما جاء في كتاب كامل الزيارات الذي هو أوثق كتب الزيارات عندنا هذا لا يعني أن الكتب الأخرى لا نعتمد عليها إنما هي مقايسة فيما بين كتب الزيارات فهناك الكثير من المعطيات المهمة تنتشر في كتب الأدعية والطقوس والمزارات أعتقد أن صورة صارت واضحة إلى حد كبير لكنني لا أكتفي بالذي بينته وإن كان كافيا للذي يطلب حقيقة وللذي يريد أن يعرف صورة تقريبية مما كان عليه الواقع على الأرض أضيف إلى هذه التفاصيل أمور أخرى وهذه الأمور قد يقبلها البعض وقد يرفضها البعض لكنني من جهة الوجدان أراها مهمة جدا هناك نوع استدلال يمكنني أن أضع له عنوانا هيمنة الواقع وتفرده قد تثبت الحقيقة من خلال هيمنة الواقع الواقع الموجود حينما يكون مهيمنا بطبيعته ويكون متفردا هناك سلطة للواقع قطعا هذا الكلام لا يكون كلاما رياضيا إنما يكون كلاما وجدانيا الكلام الوجداني لا يمكن أن يضبط بالأرقام وإنما ضابطته الذائقة الوجدانية أقرب لكم المعنى الكتاب الذي بين يدي نهج البلاغة طبعة دار التعارف هذه الصفحات وصية أمير المؤمنين للحسن المشتبة الحسن المشتبة لا يحتاج إلى توصية لكن منطق العترة هو منطق القرآن نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جار وهذا هو القرآن الناطق وهذا علي هذه الوصية لإمامنا الحسن المشتبة بلسان إياك أعني واسمعي يا جار إنها وصية لي ولكم استمعوا إلى هذه الكلمات وإلى هذا الاستدلال إنه استدلال مبني على فكرة هيمنة الواقع وتفرد الواقع بسلطته إذ لا معارض له تبهوا إلى هذا الاستدلال الجميل واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله هل سمعتم في التاريخ أن رسولا جاء من إله ثاني كل الرسل كل الأنبياء أكانوا صادقين أم كانوا كاذبين يدعون أنهم رسل من قبله سبحانه وتعالى استدلال عجيب عجيب واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه حتى الذين يدينون بدين الإلحاد ينكرون إلها واحدا ينكرون الإله الذي أحسل الرسل فلا ينكرون إلها ثانيا وهذا أدل دليل على أنه حقيقة متى غبت في دعاء يوم عرفة متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك هذه كلمات الحسين في دعاء يوم عرفة متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميه تعين لا تراك عليها رقيبة واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه حتى الذين ينكرون ينكرون إلها واحد ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبدا ولم يزل ولا يزول أبدا ولم يزل أول قبل الأشياء بلا أولية فهو الأول وليس هناك من ثان بلا أولية لأنه لو كانت له أولية سيكون أولا وهناك من سيكون ثانيا هو أول ولكن بلا أولية فلا ثانيا بعد أول قبل الأشياء بلا أولية وآخر بعد الأشياء بلا نهاية بلا آخرية عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصار المراد من القلب هنا العقل أي كلمة هذه هذه الكلمة وحدها تكفي كي تكون توحيدا كاملا هذه كلمات عليا ولا يقولها أحد غيره عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصار فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره أنت صغير فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والخشية من عقوبته والشفقة من سخطه فإنه لم يأمرك إلا بحسن وهذا هو الدين فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح وهذا أدل دليل على وجوتي لكنني لا أتحدث مع أولئك الذين يبحثون في زوايا الجهل والشبهات قلت من أن الحقائق الوجدانية لها ضابطة وجدانية هذا منطق الوجدان السليم فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح جلت قدرته وتعالى شأنه وتعظمت أسماؤه سبحانه وتعالى واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله الجميع الكاذب والصادق ينتسبون إليه إنه الواحد الأحد إنه ربنا وإلهنا وسيدنا وخالقنا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه هي حقيقتنا حقائق الافتقار المطلق إلى الغني المغني المطلق هذا هو الذي أردته من هيمنة الواقع وتفرده فهذا هو الحسين في كربلاء إذا لم يكن هذا الحسين فأين الحسين أينه حسين كربلاء هذا القبر الذي نعرفه يهيمن واقعه على كل شيء وهو متفرد متفرد فأين حسين هذا الذي يريدون أن يقول بأنه في مكان آخر أين هو أين هو أين هو إن كان في الماضي هل هناك من حسين في غير هذه الديار في الماضي أم هل هناك من حسين في غير هذه الديار التي نعرفها في الحاضر هيمنته الواقع سلطة الواقع تفرد الواقع بما يحمله من الخصائص والميزات فإنه يثبت نفسه بنفسه من دون الحاجة إلى بحث في التعريخ أو في الجغرافيا مع أنني بينت لكم الحقيقة التعريخية والجغرافية بحسب المعطيات المتوفرة ولو كان المقام مقاما متسعا لجئتكم بالكثير من المصادر والكتب لكنني حاولت الإجازة والاختصار بقدر ما أستطيع إنها شيء من أجوبه إنها شيء من أجوبه عنوان البرنامج هكذا أسئلة وشيء من أجوبه نذهب إلى فاصل وثانيا مراذي وثانيا فيما أضفته للتوضيح الذي شرحته وبينته جغرافيا وتعريخيا وروائيا فأضفت نوع استدلال هكذا وسمته ووصفته بأنه يمثل هيمنة الواقع وتفرده وتسلطه بسبب خصائصه الواقعية مثلما قرأت عليكم من كلام أمير المؤمنين لو كان لربك شريك لأتتك رسله إذا لم يكن هذا الحسين فأين الحسين فأين الحسين الواقع يثبت نفسه بنفسه نحن نحن نتحدث عن تأريخ بناه الأئمة المعصومون بدمائهم عن أي شيء تتحدث نتحدث نتحدث عن تأريخ بناه الأئمة المعصومون من آل محمد بدمائهم ماذا نقرأ في كامل الزيارات إنه العهد المعهود من رسول الله وإذا أراد مشكك أن يشكك في الرواية فإن الرواية دالة على نفسها بنفسها لأن التأريخ الذي جرى هو هكذا هو هكذا العقيلة زينب تقول لإمامنا السجاد هذه رواية زائدة التي نقلها لنا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ومرت الإشارة إليها في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج العقيلة زينب صلوات الله عليها متى في أحرج لحظة في اللحظة التي بدأ مسير السبايا تقول للسجاد صلوات الله عليه فوالله فوالله وهم معروف وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء الذين أعانوا الإمام السجاد وهم قطان الغاضرية هؤلاء هم قطان الغاضرية قطان فيوارون فيوارونها وَلَا يَعْفُوا بِنَفْسِهِ بِرَغْمِ كل الموانع حتى إذا لم تتوفر المهيئات والمشجعات فإن أمر أهل البيت يبقى قويا قويا يبقى قويا برغم آناف الجميع برغم آنافنا جميعا أمرهم قوي لا يقاوم هذه حقيقة مع أن دولتهم لم تأتي مراد من دولتهم الزمان الذي سترتفع فيه راياتهم دولتهم إلى الآن ما حان وقتها لا تحدث عن دولة عن حاكم وحكومتين دولة الزمان الزمان الذي يقدر فيه لصاحب الدولة أن تفتح له الآفاق وتلك الأيام نداولها بين الناس كما يقول القرآن وتلك الأيام نداولها هذه هي دولة الأيام وهذا هو الذي أقصده مع أن دولتهم لم يأتي وقتها لكن أمرهم قوي قوي لا يقاوم قضية أهل البيت جارفة جارفة مهما وضعوا أمامها من العوائق هذه القضية جارفة جارفة لا تقاوم وهذا مثال مثال من الأمثلة وليشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علو هذا الحشرة الحشرة الذي اسمه حسين كامل الذي كان صهرا لصدام أيام الانتفاضة الشعبانية وصل إلى كربلاء ووقف أمام الحسين أمام الحرم الحسيني بين ضباطه وجنوده يخاطب الحسين يقول أنت حسين وأنا حسين أي زمن ولكنه كلام يخاطب الحسين يقول أنت حسين وأنا حسين والله حينما وصفته بالحشرة فإنه كثير عليه لا أجد لفظا كي أستعمله في وصف هذا القندرة حتى هذا كثير عليه فأين صار أين صار صدام هو الذي قتله والذين قتلوه أقرباؤه ثم أطعم جثته للكلاب الكلاب أكلته فأين أنت يا أيها الحشرة يا أيها القندرة أين أنت في بطون الكلاب وليجتهدن أنا أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوة حسين هذا نحن نتحدث عن حسين صلوات الله وسلامه عليه هذا أمر ثاني فهناك المنطق الذي يعتمد الاستدلال بهيمنة الواقع وتفرده وتسلطه بسبب الخصائص القوية التي لا تقاوم والتي تفرض نفسها بنفسها وهذا هو الذي يحدث مع الحسين الأمر الثاني هذا العهد المعهود وإذا شكك مشكك في هذا النص فإن واقع التأريخ في الماضي وفي الحاضري فإن واقع الحياة يثبت مضمون هذا النص هذا النص حقيقي بدرجة مئة بالمئة يثبت نفسه بنفسه التأريخ هو الذي يشرحه والحاضر إن كان قريبا في العقود الماضية حينما أتحدث عن الحاضر عن الزمن الذي عايشناه عايشنا زمنا عجيبا كل شيء تلاشى كل شيء تلاشى المرجعيات الدينية التي نقدسها ظهر زيفها الأحزاب الدينية الشعية التي كنا نصفها بأنها أحزاب الأنبياء مثل ما علمونا أن نصفها بهذا الوصف ثبت بطلانها آخر شيء صار وحرامية حرامية واتلية الزعماء القادة الشعراء الفلاسفة قولوا ما تشاءون الدنيا بكلها كل شيء تلاشى من حولنا وها نحن نتلاشى أيضا هنحن نتلاشى سنموت وسننسى فما نحن وما قيمتنا إن هي إلا أيام إن هي إلا أيام نقضيها وإلى التراب لكن حقيقة قائمة برغم آنافنا إنه الحسين الجارف هذا الذي جرف الحواجز كلها وإلى الآن لم تأتي دولته هذه مقدمات ها هي الملايين كما أخبر أبوه أمير المؤمنين وأخبر من بعده ولده عند الم عند الموعد المحدد عند انقطاع ملك بني مروان ها هي الملايين سارت إليه من الآفاق برغم برغم آناف الجميل برغم آناف الذين يحبون وبرغم آناف الذين يبغضون هي الملايين هناك من يسيرها يسيرها الجنون يسيرها العشق والغرام يسيرها الواقع الذي فرض هيمنته وسلطته بكل خصائصه ومميزاته القوية يسيرها بقية الله من وراء ستار يسيرها يسيرها هي الحقيقة التي نراها أمام أعيوننا الملايين تتحرك باتجاه الحسين ولا قيمة للملايين ولا قيمة لزيارة الأربعين هذه آثار من آثارهم وإذا كان فيها شيء من عجب فإن العجب آت من قبلهم القبح من قبلنا والحسن والجمال من قبلهم أنتقل إلى أمر ثالث لأنني إذا بقيت أتحدث سينتهي الوقت ووقت أذان النجف بدأ يضايقنا الأمر الثالث الكرامات الكرامات في الماضي في الحاضر وفي المستقبل أيضا سيراها الناس الكرامات الكرامات كرامات الحسين لا حدود لها الكرامات وكرامات العباس هي كرامات حسينية منزلة العباس منزلة حسينية العباس من دون حسين يساوي صفر العباس كيان حسيني منزلة العباس منزلة حسينية وعطاء العباس عطاء حسيني وطهارة العباس طهارة حسينية إذا كنا نخاطب الحسين في زياراته أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد ألا يطهر به العباس طهرت يا حسين وطهر بك العباس وطهر بك الهاشميون الشهداء وطهر بك الأنصار الأوفياء وطهرت كل الحقائق بطهارتك يا أبا عبد الله أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك فكل وطهر ولا توجد في حياتنا أن يقب وقد بيض القذال وشابه الكرامات التي لها أول وليس لها آخر الكرامات عبر التأريخ الكرامات في الحاضر الذين يقصدون هذه الأرض يقصدون كربلاء يقصدون فناء الحسيني فناء علي الأكبر فناء الشهداء فناء حبيب بن مظاهر فناء العباس فناء العقيلة زينة الذين يقصدون هذه الأرض ويقصدون هذا الحرم الإلهي المطهر ومنذ القدم كان اسمه كرب إيلا كرب حرم وإيلا الله حرم الله منذ القدم هكذا كان يسمى هو حرم الله قالوا عنه بأنه حرم الله أم لم يقول هذه هي الحقيقة التي نعرفها وهذا الحرم الإلهي أثبت نفسه بنفسه من دون حاجة لأن أثبته فهو لا يحتاجني ولا يحتاج أمثالي ودال على نفسه بنفسه لكنها الخدمة والوظيفة هي التي تجعلني وتجعل غيري يتكلم إننا نطلب الشرف والكرامة والفخر والعزة حينما نتحدث في فناء حسين وآل حسين نذهب إلى فاصل الذين قصدوا في الماضي وفي الحاضر وسيقصدون في المستقبل يقصدون الحسين يحاولون أن يتخلصوا من آلامهم ويطلبون مرادهم وحاجتهم تارة يعودون وقد وصلوا إلى ما يريدون أن تتهيأ الأسباب الطبيعية لهم وهم لو دققوا النظر في أن الأسباب الطبيعية هذه لم تتهيأ إلا بعناية حسينية فعطاء الحسين مرة يكون بتهيئة الأسباب الطبيعية لو دققوا النظر في مناشئ هذه الأسباب الطبيعية وكيف تهيأت وكيف اجتمعت وكيف تسهل الأمر إنهم سيجدون أن عناية حسينية وراء ذلك أنا لا أقول هذا تخرصا إنما أقوله عن تجربة وعن متابعة وعن تحقيق وعن معرفة أو أن الحل يأتي بطريقة تتجاوز الأسباب الطبيعية البعيدون عن أجوائنا الحسينية لا يعرفون هذا الذي أتحدث عنه وسيعدون هذا من أكاذيب الشيعة لا نبالي بهم فليذهبوا بهرائهم إلى الجعيم هذه الأمور من بديهيات حياتنا الذين يلتصقون بالعترة الطاهرة والذين يعتقدون بمحمد وآل محمد من البديهيات عندهم أن يقصدوا الحسين أن يقصدوهم جميعا لكن الحديث هنا عن الحسين أن يقصدوا الحسين حينما تكون الأثقال باحظة حينما تكون الأمور عسيرتان أنا لا أريد أن أضرب لكم أمثلة عندي الكثير من الأمثلة وأنتم كذلك تعرفون الكثير من الأمثلة عودوا إلى مخزن ذاكرتكم ستجدون فيها صوراً ولقطات من أسركم من جيرانكم من الناس الذين تعرفونهم أو على الأقل من الإنترنت هناك الذين قصدوا الحسين ورجعوا بما يريدون تارة أن تتهيأ لهم الأسباب الطبيعية وهذا هو الذي يكون في صلاحهم وتارة تأتي الأمور بطريقة إعجازية المصادق والشواهد كثيرة وكثيرة جداً منها ما هو مثبت في الكتب والأسفار ومنها ما هو متناقل على الألسنة ومنها ما هو بقي مخزوناً عند أصحابه لم يطلع عليه الناس الكرامات التي لها أول وليس لها آخر منبعها هذا المكان الشريف كربلاء بكل تفاصيلها قبة الحسين أتحدث عن القبة عن الفضاء الحسيني أتحدث عن سماء كربلاء التي يكون الدعاء مستجاباً تحتها تحت تلك القبة القبة الذهبية قطعاً هي تطل على موضع القبر الشريف لكن الزيارات والأحاديث التي تتحدث عن قبة الحسين تتحدث عن فضاء الحرم الحسيني عن فضاء كربلاء الكرامات تقودنا من أنهفنا ومن آذاننا كي تقول لنا هذا هو الحسين هذا قبره هذا مزاره هنا 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 حسين هنا 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 مصباح الهداية وهنا سفينة النجاة وأمر رابع أمر رابع زيارات إمام زماننا لجده الكثير من الوقائع والأحداث منها ما هو مثبت في الكتب ومنها ما هو منقول على الألسنة تخبرنا تلك الوقائع من أن إمام زماننا في لقاءات من لقاءاته مع أشيائه يخبرهم بأنه سيأخذهم معه إلى زيارة الحسين فيكونون حاضرين مع إمام زمانهم في هذه الأمكنة الشريفة التي نعرفها هذا الكلام قد يرفضه البعض لأن البعض ينكرون وجوده صلوات الله عليه ينكرون ولادته ذلك شأنهم تلك مشكلتهم لماذا نتأثر بمشاكل الآخرين تلك مشكلتهم فهل يذهبوا بمشكلتهم إلى الجحيم ما علاقتنا به هذا هو ديننا وهؤلاء أهلنا أيقبل أحدكم أن يأتي شخص غريب كي يحدثه عن عائلته وأهله يخبره بشيء ليس صحيحا لماذا يهتم بقوله لماذا يلتفت إليه هؤلاء أهلنا وهذه بيوتنا ونحن نعرفها نعرفها كما نعرف أنفسنا هذه بديهيات بديهيات في ديننا وعقائدنا قلت لكم إنها أمور تلتصق بالوجدان لا شأن لنا بالذين يكذبون والذين ينكرون والذين يشككون صار واضحا إلى الآن هناك الحقائق والمعطيات التأريخية والجغرافية والروائية الحديثية عن العترة الطاهرة وبعد ذلك دخلنا إلى هذه الساحة إلى ساحة الوجدان الأمر الأول الاستدلال بهيمنة الواقع وتفرده إنه يثبت نفسه بنفسه الرجوع الرجوع إلى العهد المعهود ثانيا الذي قرأته عليكم من كلمات العقيلة زينب مع إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وعليها إلى الكرامات إلى الكرامات بكل أشكالها أكانت تتجلى عبر الأسباب الطبيعية حينما تهيأ للإنسان لتحصيل مراده أو كانت تأتي بطريقة إعجازية وهي كثيرة التي تأتي بطريقة إعجازية وفي كل عام في كل عام في زيارة الأربعين هناك الكثير والكثير والكثير من هذه الكرامات الكرامات التي تأتي بسبيل الأسباب الطبيعية لا يتحدث عنها أحد وهي كثيرة وكثيرة جدا وهي أكثر من الكرامات التي تأتي بصيغة الإعجازية وحتى الكرامات التي هي بصيغة الإعجازية كثيرة وكثيرة في كل زيارة أربعين الأمر ليس خاصا بزيارة الأربعين لكنها زيارة مشهودة مشهودة من الملايين المعجزات التي تحدث فيها يراها كثيرون ويتحدث عنها المتحدث يكذبها الوهابيون ويسخر منها السنيون لنبالي به هذه الحقائق نحن نعرفها لا تخفى علينا إذا كان هناك من أكاذيب نحن نميزها نعرف الأكاذيب من غيرها هذا حسيننا ونحن نعرفه وهذه آثاره ونحن نعرفها وانتقلت بكم إلى الأمر الرابع إلى زيارات بقية الله الأعظم وهو يصطحب معه أفرادا من شيعته يأتي بهم إلى زيارة حرم الحسين ويوصي بعضهم وبالتأكيد على زيارة الحسين في كربل هناك الكثير من هذه الوقائع وأعتقد أنكم سمعتم من مثل هذا وربما تحفظون من الوقائع والأحداث التي تجري في هذا المجرى وقت الحلقة انتهى وللحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الحكاية سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر